السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أمبا إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هنتكلم معاكم على مشكلة في الضرة أو في الضرة الشامية من يعني أنت ما هتبص عليها في ناس هتقول مثلا ممكن تقول دودة تمام؟ في ناس هيقول الدودة بتاع للضرة أو هيقولوا الدودة الحاجد أو هيقول الدودة الكاردة هيقول على أي حاجة اللماء اللي انت شايفينه ده ده لا يمت للدودة بأي حاجة خالص ده تأثير الحلزون أو الكوقع أو زي نقول عليها البزاقات الأرضية في الحلزون اللي بصدفة وفي الحلزون اللي هو من جر صدفة تمام؟ دي مش مشكلتين خلينا بعد الفاصل نقول لكم إزاي نتخلص من الكوقع تماما في حركة واحدة يعني في مرة واحدة ما نعودش بقى هنرش رشتين وثلاثة وبتعلقة نحن هنرش مرة واحدة وهيبقى الرش بالليل يا بالليل يا آخر النهار اللي هو قبل المغرب قبل المغرب كده عند نزول الندى يا في الفجر بس يا في آخر النهار اللي هو في دخول الليل أحسن يعني في دخول الليل كده في أداية المغرب أو في آآ ضخول الليل أو في أو بالليل أفضل من المكافحة بالنهار بكتير لأنه كل شغل القاكع الأرضية لأنه كل شغل قاكع الأرضية دي وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزر ونقيل شنوان وغير شنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأقل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ورجعنا لحضراتكم تاني بعض الفاصل ونكمل معاكم أول حاجة دا معنا نعملها هنرش رشة للحلزون هنرش بأي مادة بمادة فيها مادة فعالة للحلزون أو القوقع أو الكلام دا كله تمام؟ زي ما بتسموه في الدولة في الدولة بتاعتكم أو فيه اللي هجابتاعتكم الحلزون الكوقع البازاكات الأرضية تمام؟ زي ما انتم شايفين كده مبهدل الدورة في كل حتة أول وصل لحد البلعوم تحت كمان هو شايفين يا جماعة؟ شايفين كده مامسك بيدي التاني عشان أوريكو كويس؟ شايفين؟ شايفين الكوقع وصل لحد فين؟ تمام؟ دا كله شغل كوقع دا لشغل دودة ولا؟ عشان بس يعني لا يعني هتقول الكوقع بوصل لجوه أو فيه كوقع صغيرة بتبقى صغيرة الحكم بتوصل لجوه كده تمام؟ تمام؟ فالحلل دا كله نرش رشا بمبيد فيه مادة فعالة كويورو بروفساة طب ايه هي بقى ايه هو الاسماء التجارية اللي فعل مادة فعالة كويورو بروفساة اللي تجيبها موصوك منها اللي كتبقى من شركات موصوكة منها يقول لك تجيبها من شركات أصلا ومتجيبش مواقوية ما تجيبش مواد تجارية غيرها اول حاجة بتحتوي على كلورو بروفساة حاجة اسمها كولوروزين تاني حاجة التفابان تالت حاجة البستبان ااااا بجير حي سيدي كده نمشي على حدود بتاعه惨ضي عن حدود بتاع الأرضي منجمقها وعلى الحدود فأخذلك يا جماعة تقول هروا? نزل الجير للك على الحدود تمام رف 만큼 على شكل ذاقه بطول الحدود لحول الأرض بطول الحدود إ uncle to the座 Tube إن implantation حلزول لو جيه تنقلي وهو كده اللي في الارض عندي اللي في الارض عندي هيموت. لو جيبها يتنقلي من ارض التانية يعني من الارض اللي جنبي او مسلا جنبي حاجة زي جنينا كده بسلا او جنبي حقول اه حقول خضار انه هو بيتلمع الخضار اكتر من اي حاجة حقول خضار يبقى انا ضمانت انه اما هيجي يعدي ان الحلزول لما هيجي يعدي من هنا يجي هنا هيمشي عجبير هيموت. هيمشي عجر الحي هيموت. والسلام ختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.